يبدو أن التوتر المتصاعد في الأزمة الأوكرانية رفع من حدة الحرب الكلامية بين الأطراف المتنازعة فبعد سجال كلامي طويل بين الغرب وروسيا منظمة الأمم المتحدة عقدت جلسة الأربعاء لتباحث الأزمة الأوكرانية اتهم خلالها جوتيريش موسكو بانتهاك سيادة كيف فمبادئ مثاق المنظمة ليست قائمة طعام تقتني منها روسيا ما تريد قال جوتيريش قرار روسيا الاتحادي الاعتراف بما يسمى باستقلال مناطق معينة من منطقتين دونيسك ولوغانسك يشكل انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها الخطوة تعد ضربة قاضية لاتفاق مينسك التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتحدة قال إن روسيا حرفت بفهم حفظ السلام عندما أمر رئيسها بوتين بإرسال قوات روسية إلى المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا بهدف حفظ السلام داعيا إلى العودة للمفاوضات تجنبا لأزمة لم يشهد العالم مؤخرا إذا امتد النزاع الرد الروسي لم يتأخر كثيرا وزارة الخارجية الروسية وصفت اتهامات جوتريش بغير الواقعية بينما برر مندوبها لدى الأمم المتحدة بأن قرار الاعتراف يعود لما مرسته كيف من انتهاكات في دونباس ولم تكتفي موسكو بهذا الرد بل واصل بوتين استعراض القدرات العسكرية المفاجئة التي تحوز عليها موسكو متعهدا بتطويرها وفي ظل التطورات المتسارع قرر زعماء الاتحاد الأوروبي عقد قمة أوروبية طارئة في بروكسل الخميس بعد ترسيم الهيئة الأوروبية الأربعاء لحزمة العقوبات ضد روسيا التي شاملت 351 من أعضاء مجلس الدوم الروسية الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال الجمهوريتين عن أوكرانيا و27 فردا وكيانا يهددون سيادتها كما ستشمل العقوبات أيضا قطاعات سياسية وعسكرية واقتصادية وإعلامية بينما أعطت واشنطن الضوء الأخضر لتعزيز انتشار قواتها في دول البلطيق الثلاثة بعد عقوبات فرضتها ضد النخبة الروسية الحاكمة ومصارفها لعصد روسيا عن المنظومة المالية الغربية